من الأمس أشرنا إلى هذه النقطة أعزائي وهو أن القولة بالقياس البعض أولا قبل هذا هماتنا أساسا هذه النسبة بالقياس إنما جاءت في كلمات الشيخ المفيد أعزائي في الرسالة السروية في الرسالة السروية أعزائي اللي هذه المجموعة موسوعة الشيخ المفيد المجلد السابع تحت عنوان مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة هناك يا عزائي في المسائل السروية من هذه الرسالة صفحة 73 هذه عبارته يقول فأما كتب أبي علي بن الجنيت فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل فخلط بين المنقول عن الأئمة وبين ما قاله برأيه أعزائي هذه الرسالة جملة من الأعلام أعزائي شككوا أنها لشيخ المفيد فأساسا عد أصل النسبة همات تكون مشكوكة في هذا المجال ممن شكك فيها السيد الخوي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث المجلد الرابع صفحة 323 أعزائي قال بقي هنا شيء وهو أن السيد بحر العلوم ذكر في رجاله وقال المفيد في المسائل السروية ثم ينقل العبارة أقول سيد الخوي أقول إن نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد لم تثبت إذن على هذا الأساس هذه النسبة أيضا تكون ماذا مشكوكة علي الأحوال ولكن سواء كانت مشكوكة أو لا أعزائي السؤال المطروح هنا هذا وهو أنه أولا لتفتوا جيدا أولا أن القول بالقياس الباطل هل كان فقط ابن الجنيد قائل بذلك أو يوجد جملة من أصحاب الأئمة أيضا كانوا يقولون بهذا القياس الباطل هذا أولا وثانيا أنه إذا كان هؤلاء يقولون بالقياس الباطل فهل يسقطوا عدالتهم أو يثبت خروجهم عن المذهب أو لا هذا ولا ذاك ولكن عند ذلك لا يعتد بأقوالهم بعد باعتبار أنه قول إنسان يمكن أن يعتد به أو لا يمكن لا يمكن لمخالفته هذه المخالفة كما قرأنا من صاحب الجواهر وقرأنا من المستمسك وقرأنا من جملة ومنهم السيد السبزواري قال لمخالفة لمعروفية أنه مخالف إذن وإن لم يكن خارج من المذهب وإن لم تسقط عدالته بهذا القول إلا أن قوله بعد يخرق الإجماع أو لا يخرق الإجماع لا يخرق الإجماع فيما يتعلق بالأمر الأول والأمر الثاني بالأمس بينا بأنه لا أنه يخرج عن المذهب ولا أنه يسقط ماذا عن العدالة إنما الكلام كل الكلام أنه بعد يعتد بأقواله أو لا يعتد بأقواله في المسألة الأولى التي أشرنا إليها وهي أنه يوجد أعلام آخرين يقولون بالقياس أو لا يوجد يشير السيد بحر العلوم ويشير الشيخ الصدوق نعم يوجد أعلام كانوا يقولون بماذا بهذا القياس الباطل أعزائي هذا المعنى أعزائي يقول فقد ذكر السيد المهاد في مجلد الثالث سيد بحر العلوم أعزائي في صفحة 215 من كتاب الرجال مالا أنه فقد ذكر السيد المرتضى في مسألة له في أخبار الآحاد أنه قد كان في رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس كالفضل ابن شاذان بعد الفضل والشاذان وما أدراك ما الفضل ابن شاذان من أعلام ماذا من أعلام أصحاب الأئمة سلام الله عليهم ومن أثقات الكبار كالفضل ابن شاذان بعد أعزائي ويونس ابن عبد الرحمن أيضا يكون قام وجماعا معروفين أيضا كانوا يقولون بماذا كانوا يقولون بالقياس فيما يتعلق بالفضل ابن شاذان الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في من لا يحضره الفقيه يشير إليه في من لا يحضره الفقيه المجلد الرابع صفحة 196 باب ميراث الأبوين مع ولد الولد هناك يقول بأنه أساسا هذا حكم كذا وهذا بعد أن يبين الحكم وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس مولانا عن من؟ عن الفضل ابن شاذان هذا هماتينا فيما يتعلق بالفضل بن شاذان وكذا يبقى عندنا بحث أخير أعزائي وهو أنه هل يسقطه هذا من الاعتداد بقوله أو لا يسقط هنا السيد بحر العلوم والعهدة عليه يستقرع كل كلمات الأعلام من القدمة وإلى زمانه يقول لم نجد أحدا أسقط كلاما ابن أبو الجنيد وعدم خرقه وعدم الاعتداد به بالإجماع وهذه نقطة أساسية ومهمة جدا في المجلد الثالث أعزائي صفحة 215 هذه عبارته هذه عبارته هناك و216 مولانا يذكر أعزائي يقول بأنه أساسا ولكن مثل ذلك لا يشتبع على أن هذا لا يجري في كذا وكذا إلى أن يقول أعزائي عباراته هذه مولانا تبدأ العبارات مولانا من صفحة 210 و211 و202 أشواء وإلى آخره يقول وممن يحكي قول ابن الجنيد ويعتبر ما في الإجماع والنزاع من القدماء السيد الأجل السيد المرتضى يقول كان يعتبر ماذا بقوله إذا كان مخالفا يخرق ماذا يخرق الإجماع وهذا بعد من القدماء أعزائي يعني من القرن الخامس فإنه قد أكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل أنه لماذا خالفا وأنه هل أن مخالفته تخرق الإجماع أو لا تخرق هذا معناه أنه يعتد بكلامه أو لا يعتد وإلا إذا لم يعتد كان يقول مباشرة ولا قيمة له لأنه ماذا شاذ نادر قائل بالقياس ساقط كذاخري فإنه قد أكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل كمسألة السقوط الشفعة مع التعدد وقبول شهادة العبد إذا كان عدلا وجواز حكم الحاكم بعلمه فإنه قد ادعى الإجماع في هذه المسائل ثم سأل نفسه فقال كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية وابن الجنيد من أصحابنا يخالف في ذلك ولهذا بدأ التوجيه أنه هذا يخرق أو ماذا أو لا يخرق الإجماع هذا في صفحة 211 عزائي يقول وهذا كلام سيد بحر العلوم وهذا كلام معتن بأقوال ابن الجنيد متحرز عن مخالفتها ولهذا يدخل أين في بحث التوجيه حتى يوجه كلمات ابن الجنيد وعن دعوة الإجماع على خلافها وناهيك به من السيد مع ما علم من مذهبه في أخبار الأحاد فضلا عن ماذا عن القياس مع أنه كان هذا معروفا على سبيل المثال في ذلك الزمان أعزائي ومن من يعتمد عليه كثيرا أعزائي وهو المحقق الحلي أعزائي المحقق الحلي في كتابه المعتبر هذه الطبعة الحجرية أنا عندي طبعة جديدة ما عندي مولانا في كتاب الفصل الرابع من المقدمات مقدماتي للدخول إلى كتاب المعتبر الفصل الرابع في السبب المقتضي للإقتصار على من ذكرناه من فضلائنا وفقهائنا يقول لماذا أنا اقتصرت على هؤلاء واعتنيت ماذا بأقوالهم وآرائهم ولذا عند ذلك يتضح لك لماذا أنه في المعتبر ادعى الإجماع على نجاسة المشرك ولم يدعى الإجماع على ماذا؟ على نجاسة أهل كتاب إذا تذكرون سيد الشهيد نقل هذا المطلب عن المعتبر تذكرون هذا المعنى قال بأنه ادعى الإجماع ولكنه لم يدعى الإجماع وبدأ ينقل كلمات العلماء بلا ادعاء الاجمع لعله لمخالفة من لمخالفة ابن الجنيد هناك هناك بعد ان يذكر اعزائي يقول انقل من فلان وفلان ومن المتأخرين انقل ابو جعفر ابن محمد ابن بابويه ومحمد ابن عقوب الكليني ومن اصحاب الفتاوى علي ابن بابويه وابو علي ابن الجنيد والحسد ابن ابي عقيل العماني اعزائي وهذا يكشف على انه هؤلاء من المعتبرين ومخالفتهم مؤثرة او ليست مؤثرة من الواضح انها مؤثرة وهذه قضية ايضا قضية مهمة الى ان يقول سيد بحر العلوم عزائي واما المتأخرون من اصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغيرهم فقد اطبقوا على اعتبار اقوال هذا الشيخ والاستناد اليها في الخلاف والوفاق جيد خب الحمد لله رب العالمين بعد الاخوة البعض اذا وجدوا في الاجماعات المدعات او المنقولات خلاف ابن الجنيد عند ذلك بعد ما يستطيعون ان يطمئنوا ماذا ان يطمئنوا بحجية مثل هذا الاجماع طبعا على مبنى من يرى حجية الاجماع ولا على مبنانا خل الاجماع ليس بحجة لا بشرط ولا بغير الشرط مولانا علي الاحوة ثم يقول كلمات متعددة يقول يقول ومن هذا ينكشف انه لا يعلم فلان وقد وقع لغيره من المدح والاطراء عليه ومنع الاجماع مع مخالفته نحو ذلك ولم اقف على من توقف في رعاية اقوال هذا الشيخ من المتأخرين الا صاحب كشف الرموز تلميذ المحقق فقط هذا الانسان وانا عموما يوجد اتفاق على هذا الامر جيد اذا هذا فيما يتعلق في هذه المسألة اشتركوا في القناة